مرحباً معكم كرييريف ايد اليوم سنريكم طريقة سهلة وسريعة لعمل الصلصال أو عجين اللعب لا يحتاج للطهي ولا يحتوي على مواد سامة ومضرة للأطفال ويمكن تخزينه لفترة طويلة دون أن يفسد في وعاء عميق نضع أربعة أكواب دقيق ونضيف إليه كوب ونصف ملح ثم نمزج الدقيق والملح جيداً نحتاج إلى أربعة أوعية في كل وعاء نضع ربع كوب ماء ثم نضع قطرات من ألوان الطعام في كل وعاء سنستخدم أربعة ألوان مختلفة والآن نضع نصف ملعقة طعام زيت نباتي في كل وعاء ثم نضع كوب من مزيج الدقيق والملح في كل وعاء تمزج المكونات جيداً نضع القليل من الدقيق على لوح التقطيع ثم نستخدم يدينا لنعجن الصلصال على لوح التقطيع أو في الوعاء حتى يصبح أملس والآن أصبح لدينا أربعة كرات من الصلصال ويمكن صنع الصلصال من دون لون أيضاً يمكنك حفظ معجون اللعب في كيس مغلق في الثلاجة وهذا ما صنعه الأطفال باستخدام الصلصال نشكر متابعتكم لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني وإذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق اشتركوا في القناة